اهلا بكم مشاهدي الجزيرة مباشر مصر من هنا من استوديوهات الجزيرة في لندن وجاولة جديدة من برنامج سكرتير التحرير والتي نتعرف فيها على تغطية الشأن المصري في الصحف البريطانية والغربية تنوعت اهتمامات الصحف اليوم بالأحوال في مصر حيث تصدر قرار تفويد وزير الداخلية للتعامل مع التظاهرات الموجودة في مصر معظم الصحف ونبدأ جولتنا اليوم من الاندبندنت البريطانية وهي الصحيفة التي افردت صفحة كاملة للحديث عن الشأن الجاري في مصر في الأنوان كتبت الاندبندنت على لسان الحكومة المصرية سننهي تهديد الإخوان المسلمين وقالت الصحيفة إن الحكومة المصرية بدأت تظهر نواياها في فضي اعتصام رابعة وأن قوات الأمن تبدو في حالة تأهب للقيام بهذه المهمة وأشارت الصحيفة إلى ما جاء على لسان دكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام وهي التي قالت إن الاعتصام يشكل خطرا على الأمن القومي ثم أضافت الصحيفة أن هذه التصريحات تزيد من احتمالات حدوث اشتباكات دامية أخرى بين قوات الأمن والمعتصمين بميدان رابعة يأتي هذا بعد قرار نيابة تحويل ثلاثة قيادات إخوانية إلى المحاكمة على خلفية أحداث مكتب الإرشاد بالمقتم بتهمة قتل المتظاهرين وهم المرشد محمد بديع ونائب خيرة الشاطر إضافة إلى رشاد بيومي وأبرزت الصحيفة تصريحات المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين جهاد الحداد وهو الذي قال إن الإخوان لا يعترفون بهذه الحكومة ولا حتى السلطة والقوانين التي يعتمدون عليها في اتخاذ مثل هذه القرارات وأضفت الصحيفة أن الانقسام في مصر أصبح حادا وواضح وهو ما دع الصحيفة إلى الحديث عن ما يسمى بالطيار الثالث وهم الذين بدأوا في الاعتصام أيضا ضد كل من الحكم العسكري والأخوان ننتقل الآن إلى الديلي تليغراف وهي التي كتب مراسلها ريتشارد سبنسر خبر بأنوان الأزمة في مصر تتصاعد بعد طلب الحكومة من الشرطة إخلاء الشوارع وقال سبنسر إن هذه الخطوة تعد دليلا واضحا على فشل مهمة المفوضة الأوروبية كاثرين أشتن في تقريب وجهات النظر وأبرزت الصحيفة تعليقات نشطاء إسلاميين على البيان وهم الذين قالوا إن البيان ينذر بما أسموه مذبحة جديدة وقالت الصحيفة إن سبب فشل مهمة أشتن هو تمسك مرسي بالعودة إلى منصبه مرة أخرى ولكن على الجانب الآخر قالت الصحيفة إن الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها وزير الخارجية الألماني جويدو فسترفالي تدل على إصرار الاتحاد الأوروبي إجاد حل للأزمة ومن التاليغراف إلى الجارديان التي أبرزت تصريحات أنصار مرسي بأنهم مستمرون في الميادين مهما حدث وأبرزت التصريحات أخرى للمتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين جهاد الحداد وهو الذي قال فيها صراحة نحن لن نرحل ثم أضاف إن اعتصام رابعة هو اعتصام سلمي ضد ما أسماه بالانقلاب على الجانب الآخر قالت الصحيفة إن السلطات في مصر أرجعت نيتها إنهاء الاعتصام إلى وجود خلايا إرهابية بداخله وأسلحة وننتقل الآن إلى جريدة التايمز التي اهتمت بطلب أوباما لجون ميكين التوجه إلى مصر للوساطة وقالت الصحيفة إن كل من ميكين والسيناتور لينسي جراهم سيتوجهان إلى مصر خلال هذا الأسبوع لمطالبة الجيش المصري بإجراء حوار مع الإخوان والعودة إلى حكم ديمقراطي مدني في أسرع وقت يأتي هذا بعد رفض الكونغرس الأمريكي بالأغلبية إيقاف المساعدات الأمريكية إلى مصر وأبرزت الصحيفة تصريحات جراهم التي قال فيها إن عدم الاستقرار في مصر سيؤثر على الولايات المتحدة لعقد من الزمن ننتقل الآن إلى الصحف الأمريكية ونبدأ بالنيويورك تايمز وهي التي أبرزت هي الأخرى تصريحات وزيرة الإعلام المصرية ولكنها أيضا قالت أنه حتى الآن لم يتم رصد أي تحركات باتجاه اعتصامات مؤيدي مرسي وأبرزت الصحيفة ما جاء على موقع منظمة العفو الدولية التي أبدت قلقها من تصريحات المسؤولين المصريين الأخيرة كما أن نفس المنظمة طالبت بعدم استخدام العنف ضد أي من الأطراف وأضافت الصحيفة أنه لم يتبين من تصريحات وزيرة الإعلام متى أو أين ستبدأ الشرطة بالتحرك لإنهاء الاعتصامات واكتفت بتفويد وزيرة داخلية كما أبرزت الصحيفة وجهة النظر الأخرى التي تقول أن الاعتصامات يمكن أن تشكل غطاء لبعض الإرهابيين وأيضا خطورة ذلك على الأمن القومي حسب ما جاء في الصحيفة أما عن موقف الإدارة الأمريكية فقالت الصحيفة أن إدارة أوباما لديها مخاوف تجاه هذه الخطوة وأبرزت تصريحات ماري هارف المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية وهي التي قالت أن الإدارة طلبت من الحكومة المؤقتة في مصر احترام أي احتجاج سلمي في البلاد كما أبرزت الصحيفة أيضا تصريحات الرئيس البوتسواني السابق فيستوس موجاي الذي صرح أن مرسي قال له خلال زيارة الوفد الإفريقي لمحبسه إنه غير قادر على فعل أي شيء وأنه منعزل تماما عن أنصاره وفي مقال تحليلي في نفس الجريدة كتب جون جينهو مقالا بأنوان تفتيت الشرق الأوسط وبدأ جون مقاله قائلا إن الديمقراطية من المحتمل أن تأتي بدكتاتور ولكن الانقلاب العسكري من الصعب أن يؤدي إلى ديمقراطية في إشارة إلى ما حدث في مصر واستفرد الكاتب قائلا إنه في ظل الأزمة في مصر أغتيل معارض تونسي في نفس الوقت والحرب في سوريا ما زالت دائرة وهما ينظر بانقسام العالم العربي ثم توقع الكاتب ثلاثة سيناريوهات أمام منطقة الشرق الأوسط الأول هو أن معظم دول المنطقة ستتحول للديمقراطية وأن قوة الحكام ستنقص في ظل وجود مؤسسات منتخبة أما السيناريو الثاني فهو استمرار سيطرة الإخوان خاصة في ظل وهو ما أرجعه الكاتب بأنهم متوغلون في مجتمعاتهم والسيناريو الثالث هو عودة الإخوان والحركات الإسلامية الأخرى إلى العمل تحت الأرض حسب ما قال الكاتب وأن ذلك قد يفرز تحركات أو حركات أخرى أكثر تطرفا وقال الكاتب إذا أغفل الغرب هذه النقاط الثلاث سيخسر صورته أمام جماهير الشرق الأوسط وأضاف الكاتب أن الكثير من شعوب هذه المنطقة تدرك أن الغرب لا يهمه في المنطقة سوى مصادر الطاقة النفطية وأمن إسرائيل كما قال الكاتب أيضا أن معظم بلاد المنطقة يجب أن تنتهي إلى صيغة توفقية قبل تقسيمها إلى فريق إسلامي وآخر مدني وأيضا إلى معسكر سني وآخر شيعي وأخيرا اليو سي توداي والتي تكلمت على نفس الزيارة التي قام بها الوفد الإفريقي لمرسي في محبسه برئاسة الرئيس المالي السابق عمر كناري وهو الذي صرح بأن المقابلة كانت مدة ساعة فيما رفض الإفصاح عن محتوها إذن مشاهدين كان هذا أبرز ما لدينا اليوم نشكركم على حسن المتابعة لهذه الحلقة من برنامج سكرتير التحرير من استوديوهات الجزيرة في لندن وإلى اللقاء